طيب نروح لتونس وكابتن بسام الجريدي نجمل ترجي السابق وواحد من هدافي متخب تونس عبر التاريخ كابتن بسام ازاي حضرتك؟ مرحبا بيك ومرحبا بيك ومرحبا بيك وان شاء الله تكون المداخلة باه يا الله دايما بتكون كل مداخلة اخواتنا في تونس مداخلات جميلة كابتن بسام مباراة مهمة مباراة كبيرة ما بين الكبيرين كبيري افريقيا النادي الاهلي ونادي الترجي كيف ترى هذه المباراة لانه امبارح الحقيقة تحديدا او اول امبارح قبل مباراة الترجي والنجم الساحلي المدير الفني لنادي الترجي قال تونس كلها بتسألني على نهاية افريقيا محدش كان بيسألني على الدوري أخيرا لقيت حد سألني على الدوري وأنا معدي في الشارع واحد من محبي نادي الترجي سألني شد حلك في مطش النجم السحلي وبالتالي الأنظار كلها تتجه للمواجهة الإفريقية صحيح صحيح والأنظار الشارع على التونسي كل النهائي أداء النهائي الأخوي بين الترجي التونسي والأهل المصري هذه مباراة من قمة مباراة الإفريقية الشيخ الأنظار التونسية وشيخ الأنظار المصرية وإن شاء الله عدى مباراة حمسية في كلفة رياضية طيب كابتب بسام هل موضوع المباراة الأولى في تونس والمباراة الثانية في القاهرة بيفرق؟ يفرق شوية هو كيفاش يقولوها المباراة الأولى في تونس يجب أن ترجل التونسي ياخو نصيبه قبل ما يتحول إلى مصر وبتعرف أن النادي الأهلي لا أمانوش نادي أكاكو بره نادي محترمه ويجب أن يقرأوا للفحصية كيف هم يقرأوا للفحصية بالترجي التونسي مهما كانت نتيجة هذه المباراة أعتقد أن العلاقات التونسية المصرية أو الترجوية الأهلوية علاقات كبيرة جدا جدا بدون شك هذه مباراة كورت خدم يزمنها العقلية العربية تولي اخترافية كما نشوفه في أوروبا مباراة كورت خدم ساعة ونصف تنتعي المباراة ترجع اللاعبين والجماعير كيف كيف مصر كيمة تونس الترجي واستعداداته خصوصا بعد فوزه الأخير على النجم السحلي 3-2 أعتقد أن ده شيء جيد بالنسبة لنادي الترجي كيف أخذ لك أنا منها الترجي التلوسي معنويات مرتفعة حذر فيما تشوها كما ينبغي وخاطر المباراة ما يستهلها بيها من الطرفين بالنسبة للترجي تعرف الأهل والأهل يارب الترجي وحقيقة يوم المباراة سنشوفه اللي معناها محظر حاضر أكثر أول يكون يكوز بالمباراة حراس مرمى الناديين الكبيرين سواء الأهل أو الترجي لتنين ولاد صغيرين رأيك في هذا الأمر إيه؟ والله شيء شرفه ده الإسقار منها الترجي التلوسي ومجد أهلي الإسقار أنا شيء شرفه كورة الاتفلقية والعربية ده شيء ندعمه الشباب منها بشيخ ومشعله على المعيبين من القدامة عموما نتمنها مباراة جيدة تليق باسم الكبيرين الأهلي والترجي أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن بسام لجريدي لعب فريق الترجي التونسي السابق شكرا جزيلا